بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين وهاديا للثقلين أجمعين اللهم صل وسلم عليه كما يليق بكماله ومكانه عندك يا أرحم الراحيم هذه الطريقة الشاذنية التي هدت خلقا كثيرا عبر القرون منذ أن أوضح معالمها السيد أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وقد انتقل إلى رحمة الله تعالى سنة ستمية ستة وخمسين وهو في طريقه إلى الحج في مكان يسمى بصحراء عذاب وفي مكان فيها يسمى بحميثرة أعيد اكتشافه مرة أخرى وتمكن المسلمون من معرفة مكانه بعد القطاع كان متوجها إلى نحو بحر القلزم أو الأحمر من أجل أن يركب هذا البحر ويذهب إلى ميناء جدة من أجل الحج وهكذا كان يفعل كثير من الحجاج في طريقهم إلى الحج فكان هذا أحد الطرق المؤدية إلى الحج في هذا العصر وهو القرن السابع الهجري ركب أبو الحسن البرة مسافرا والبحرة مسافرا وكان أبو الحسن يرى الكون كأنه كتاب الله المنظور ولذلك كان يتفاعل مع البحر ليس في ظاهره باعتباره مكان للثروة السمكية باعتباره ينقل الإنسان فيه وعبره البضائع وهو طريق الصفر والبر كذلك باعتباره أرض منبسطة دول وأوطان كان لا يقف عند هذه المعاني التي هي حقيقة ولكنها في الظاهر بل كان رضي الله تعالى عنه يرى السفر مثلا أنه انتقال من مكان لمكان لكنه أيضا سير في طريق الله سبحانه وتعالى إذن هناك حقيقة للصفر وهناك مجاز للصفر كان يرى البحر لكنه كان أيضا يعرف أن البحار قد تكون بحار أنوار وقد تكون بحار أغيار وكلمة بحار الأغيار معناها كثرة الهم والنكد والمشكلات التي يلقاها الإنسان في حياته الدنيا ويعانيها من الحياة ومن المعيشة ومن البقاء حيا في هذه الأرض وعلى هذه الكيفية كانت هناك رمزية كان هناك مجاز يوسع المعاني وهذا ما وجدناه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم وهو يعلمنا لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه فوسع مفهوم الهجرة من الانتقال من مكان إلى مكان من مدينة إلى مدينة لبعض الأهداف قد تتعلق بالإيمان وقد تتعلق بالأمن إلى أن نهجر ما نهى الله عنه إلى مجال الضراعة لله والتعلق بالله وقضية التكليف وقضية العبادة وقضية العمارة وقضية التزكير النبي صلى الله عليه وسلم ينقل مفهوم المجاهد من ذلك الذي يقاتل بحق في سبيل الله يصد العدوان ويرد الطغيان إلى المجاهد الذي هو أعظم من ذلك ألا وهو جهاد النفس النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الشهيد الشهيد هو من قتل بين معركة بين المسلمين والمشركين لكنه يوسع المعنى ويقول إذن شهداء أمتي لقليل ويجعل من الشهيد ذلك الذي عشق فكتم فعف فمات فمات الشهيد ذلك الذي أبطن في داء داخل جسد فصبر لله وشكر على نعمائه وصبر على بلوائه فمات مات شهيد المرأة التي يخرج منها الحياة فإذ بها قد ماتت من جراء هذه الوظيفة التي أقامها الله فيها من إنشاء الحياة فتكون شهيدة والمرأة تموت بجمع شهيدة وسع مفهوم الشهادة سيدنا أبو الحسن وسع مفهوم البحر سمي حزب له بحزب البحر لأنه ألفه في البحر لأنه جمعه في البحر لأنه أنشأه في البحر ولكن عندما يتكلم فيه عن البحر ويتكلم فيه عن السفر ويتكلم فيه عن الصاحب والرفيق فإنه يوسع المعنى ويجعله هذا البحر إنما هو بحر الحياة وهذا الرفيق والمصاحب إلا أنه رفيق الحياة ورفيق صحبة السير إلى الله سبحانه وتعالى فسمى هذا هذه كانت قديما يسموها الحفيظة لأنها بقراءتها يحفظ الإنسان نفسه ولها فوائد كثيرة وهي حزب والحزب معناه مجموعة من الأدعية مجموعة من الأذكار بعضها قد يكون قد ورد بعضها قد يكون قد ألهم به صاحبها والإلهام قد يتم بالواردات والخواطر التي تصل به إلى حال اليقين قد يتم عن طريق الرؤية المنامية لأحد أولياء الله الصالحين قد يتم عن طريق التلقي المشافهة وشافها الإشارات إلى آخره كثير من هذه الإشراقات تحدث لأولياء الله الصالحين من كثرة العبادة ومن كثرة الذكر ومن كثرة الخلوة مع أنفسهم هذه الخلوة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء وكان يتعبد الليالي دوات العدد ولذلك هذه الإشراقات ينتج منها تجميع إما أن تكون هذه الأدعية والأذكار والده وإما أن تكون من إنشاء صاحبه في هذا الحزب المبارك حزب البحر نجد أنه يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك الفاتحة وذلك عنوان أننا مسلمون وأننا نفعل هذا لوجه الله وعلى سنة رسول الله وكما قال الجنيد طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ثم أورد حروف الهجاء ألف با تا ثا جيم حا خا إلى آخر وهذه الحروف هي التي تتكون منها العربية وكأنه يعتز بهذه العربية التي ستوصلنا إلى معرفة مراد الله سبحانه وتعالى من قراءة كتابه الكريم القرآن الكريم وهذه هي المواجهة بين كتاب الله المنظور وكتاب الله المستور سأل بعض العلماء أبا الحسن الشاذلي عن فكرة أن يأتي بهذه الحروف فقال هكذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسكن السائلون واتبعوه وعظموا أمره ليس إلا لشعورهم بصدقه لأن ما خرج من القلب وصل إلى القلب وما خرج من اللسان وقف عند الآذان سيدنا أبو الحسن الشاذلي إذن تلقى هذا الحزب تلقيا إلهاميا تلقيا في الرؤية تلقيا بالواردات اليقينية التي تيقن منها من تكرارها وتيقن من شفافيتها ولكن إذا رأى الإنسان في منامه شيئا فهو ليس بعمدة وإذا خطر في باله خاطر فهو ليس بعمدة وإذا جاءت واردات فإنها ليست بعمدة يجب عليه بعد ذلك أن يقوم بشيء وخطوة أخرى وهي العرض على الشرع الشريف فإذا كان ما ورد في المنام أو في الإلهام أو في الخواطر أو غيرها من الإشراقات موافقا للشرع الشريف كان بها ويمكن أن نعمل بها لأن الشرع جعل الأدعية والأذكار على السعة وليست على التقييد وإن لم يكن كذلك بل أنه كان مخالفا للشرع الشريف رد ولم يعتمد لأن الرؤية والإلهام والواردات ليست حجة في ذاتها إنما هي بشرى والرؤية الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له فالرؤية الصالحة انقطعت النبوة وبقيت المبشرات فهي من المبشرات فإذا كانت هذه المبشرات لا تبيح حراما ولا تحل حراما ولا تنفي واجبا كانت في نطاق المباح والمباح أصلا يجوز أن نفعله بلا رؤية ويجوز أن نفعله بلا خواطر فإذا جاءت الرؤية فكأنها تعلمني شيئا على سبيل البشرى وليس على سبيل نسبة هذه الأشياء إلى المصدر الشريف والشرع الشريف قرآنا وسنة ليس كذا إنما هذا من قبيل الوجود لا من قبيل الشرع لماذا اتبعناه لأنه مباح لأنه يندرج تحت أصل من أصول الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من اخترع وأبدع دعاء فإن بضعا وثلاثين ملكا يفتضروها أيهم يصعدوا بها إلى السماء لماذا لأنه كان دعاء طيبا فإذا لم يكن طيبا كذلك الذي قال لبيك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملكك فإنه يرد عليه ويحكى عربي الله هو الواحد للأحد وإن لنا نبيا يعلم ما في غد ويحكي امرأة النبي الله علام الغيوب النبي لا يعلم الغيوب استقلالا إنما بتعليم الله لا هكذا الشرع الشريف كتابا وسنة وهذا الذي عليه جماهير 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 العلماء إلى النبتة النابتة تريد أن تقضي على الوارد بالاكتفاء بما ظنوه هم صحيحا وتريد أن تنكر اجتهاد المكتهدين وتريد أن تنفي مصدرية الوجود في العمل الحياة اليومي وتريد أن تجعل الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط ويسحب زمن النبي إلى أزمان المسلمين إلى يوم الدين كذلك هذه الأدعية وهذه الأحزاب قد تكون للدعاء والعبادة وقد تكون لجلب فوائد مجربة آية الكرسي آية من آيات القرآن الكريم وعلن بقراءة كل حرف منها بقصد القرآنية عشر حسنات كل حرف ولكن جربت أنها لو قرئت بطريقة معينة لكانت تحصينا للمؤمن جرب من القرآن ما إذا تلي لكان فتحا لأبواب الأرزاق لأن هذا على سبيل الدعاء لله سبحانه وتعالى باستعمال كلماته المباركات فمجموع الأدعية والأذكار قد تكون للتعبد وقد تكون أيضا لاستجلاب الفوائد قال مشيخنا إن التعبد أرقى لأنني أدعو بهذه الأدعية وأسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الأسئلة وبهذه الأذكار ليس لي غرض إلا العبادة العبادة فمن قرأها من أجل الفوائد فهذا جائز ولكن له ثواب يقل عن ثواب من قرأها من أجل العبادة نحن لا نمتنع من قراءة حزب البحر الذي قرأناه كثيرا لأغراض دنيوية من فك الكرب وإزاحة الهم والغم فوجدنا الله سبحانه وتعالى قد استجاب فهي مجربات كيف هي مجربات كل الناس يفعلون هذا في كل أنواع الهموم والغموم وتزال بإذن الله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون إذن غرض هذا الحزب أساسا العبادة ويمكن مثل القرآن الكريم في هذه الناحية الغرض منه العبادة لكن أيضا لا بد أن تتدبره وأن تجعله هاديا لحياتك وأيضا له فوائد عظيمة وهذا في حديث أبي هريرة عندما ظهر له الجن فقبض عليه وكان يريد أن يسرق من أموالي الزكاة والصدقة فقال اطلقني لأن عندي أبناء وكذا ولكن أدلك على شيء إذا فعلته لا يدخل الشيطان بيتك اقرأ خواتيم سورة البقر فقال له النبي صدقك وهو كذوب إذن فهذه الأشياء متعددة القرآن يقرأ عبادة يقرأ تدبرا يقرأ من أجل تحصيل النفع الدنيوي والأخروي وكذلك الأدعية وكذلك الأذكار وكذلك الأحزاب وهكذا كذلك يسأل بعضهم عن اختلاف النسخ هناك نسخ محرر وليس هناك اختلاف بي للنسخ وأحسن من حرر هذا الشيخ مستطل كشمخانوي التركي في مجموعة الأحزاب هذا أحسن ما وصلنا وكان مشايقنا يوصون به لدقته فنجد اختلافا في النسخ فنقرأ أي نسخ لأن النسخ الموجودة كلها اختلافاتها ليست جوهرية وليس فيها شيء مثل الكتب الأخرى التي دس فيها دلائل الخيرات مثلا دس فيها أحاديث موضوعة كثيرة ولذلك فنسخ الدلائل الخيرات لابد أن يرفع منها هذا القدر وكان شيخنا الشيخ محمد سكيد الدين ابراهيم ينبه على هذا الجزول عندما وضع دلائل الخيرات وضعها من غير هذه الأحاديث لكن بعضهم وجد أنه كفائدة أبدا نحن نجعل دلائل الخيرات كلها محض صلاة على النبي صلى الله ومحض دعاء والتجاء وضراعة إلى الله رب العالمين فكذلك الأحزاب هنا مثلا في حزب البحر ليس فيه نسبة شيء مخالف لا للشريعة ولا للدين يسأل أيضا سائل آخر أن الحزب فيه نوع من الشدة عندما يقول مثلا شاهة الوجوه للحي القيوم فكلمة شاهة الوجوه هذه تستعمل ضد من الله سبحانه تعالى علمنا السلام ابتداء من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتهاء بختم الصلاة التي نبدأ بها تفاهمنا مع العالم حتى البسملة فيها بسم الله الرحمن الرحيم وليس فيها بسم الله الرحمن المنتقم ولذلك فالأصل هو السلام أما شاهة الوجوه فأنت لم تدرك ولم ترى من ينكر وجود الله أو يخرج الله من منظومة الحياة فعلا شاهة الوجوه وفعلا لا يقبل أن يضيع على الناس وعلى نفسه قضية الكون الكبرى وهي الله سبحانه وتعالى توجد بعض الألفاظ الشديدة فيها براءة من الله ورسوله تجدها في القرآن وستجدها في السنة وستجدها في الأحزاب والأدعية وكلها موجهة إلى أولئك الملاحدة الذين يريدون فسادا في الأرض وعلوا من غير معنى يريدون فسادا كبيرا للناس وانحرافا عظيما فأقل ما يقال فيها نحن جسنا معكم نحن مع الله ولكن ليس بأسلوب لي اللين يصلح مع أصحابه والشدة تصلح مع أصحابها والمؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف بعض الناس يتماهى مع قضية اللين حتى إنهم يصير لينا مع كل شيء ولكن المؤمن القوي هو الذي يعرف أن يفرق بين الخير والشر بين المفسد والمصلح يسأل سائل متى تقرأ هذه الأعزاب خاصة حزب البحر حزب البحر يقرأ في كل وقت ولذلك ترى المشايخ يختلفون بعضهم يقول اقرأه بعد كل صباح بعضهم يقول اقرأه عند العصر بعضهم يقول اقرأه مرة في اليوم أو مرة في الأسبوع حزب البحر اقرأه متى شئت وعلى قدر طاقتك وعلى قدر استطاعتك اقرأ حزب البحر اكثر منه أو اقل كل بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى له لأن هذا شأنه شأن الأدعية والأذكار حزب البحر ليس فيه كلمات غريبة أو غوامد ولكن فيه عمق شديد لو اطلعنا على شراح حزب البحر لعرفنا هذا العمق الذي يوجد في هذه الكلمات هناك أسماء لله الحسن يستسمى بالأسماء الظاهرة مثل التي بدأ بها أبو الحسن رضي الله تعالى عنه حزبه مثل العلي والعظيم والحليم والعليم والرحيم وهناك أسماء أخرى يسموها الأسماء الباطنة مثل الكافي والنصير وفعال لما يريد وهذا كلما ازداد الشرح كلما ازداد العمق وهذا قد يخرجنا إذا ما سرنا مصار أبو الهدى الصياضي أو سرنا مصار الشيخ زروق أو سرنا مصار غيرهم من الأكابر الذين شرحوا هذا الحزب نجد أنفسنا في عمق آخر لكن الحزب يصلح لكل الناس ويصلح لكل الذاكرين والحمد الله رب العالمين صار هذا الحزب مصار ما علم الله إياه في الكتاب وفي السنة وكل شيء فيه إنما هو من نهج الشريعة يقول علماؤنا أنك إذا أردت وقد حاك في صدرك شيء من لماذا نقرأ هذا الحزب فانظر الفائدة التي تربوها من قراءتي ثم انظر إلى الشريعة ماذا أتى في الشريعة من قرآن أو من سنة لهذا الغراض وقرأ هذا الذي ورد في الكتاب والسنة أولا ثم اقرأ الحزب كل هذا معناه أنك تعلن عن إسلامك تعلن عن اتباعك لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعرف أن هذه الطريقة لا تذهب ولا تجيء إلا بسيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هناك فارق بين ما ورد وبين تفسير ما ورد وبين تطبيق ما ورد فهذه الطريقة تطبق ذلك المنهج النبوي الرباني الذي يساعدك في السير في الطريق إلى الله هذا ما تيصر الحال به الآن وإلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا